الآن تحصل الفنان الجزائري كدير جابوني على الإقامة الذهابية من دبي وذلك من طرف هيئة الثقافة والفنون في دبي وهذه الإقامة الصالحة لمدة عشر سنوات ليكون بذلك كدير جابوني أو الفنان الجزائري يتحصل على الإقامة الذهابية في دبي بعد مجموعة من الفنانين العرب يتقدمه محمد رمضان إليسا وأيضا هاني شاكر ويذكر أن كدير جابوني كان قد كشف للنهار أن سبب إقامته في دبي راجع لأعمال فنية يقوم بها بالإضافة لفتحه شركة إنتاج متواجدة بدبي